وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وقالت اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته ادخلوا في دين اليهودية تهتدوا وقالت النصارى لا بل ادخلوا في النصرانية تجدوا الهداية قل لهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأجبهم جوابا شافيا بل الهداية أن نتبع جميعا ملة إبراهيم حنيفة فنحن وأنتم جميعا نتفق أن إبراهيم عليه السلام مال عن دين الباطل إلى دين الحق ونحن نعلم جميعا أن إبراهيم عليه السلام أقبل على الله وأعرض عما سواه وما كان من المشركين بالله تعانى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا من القائل؟ القائل هم أحبار اليهود ورهبان النصارى وكلا من اليهود والنصارى تزعم كذبا أنهم على الهدى هل قال بذلك أحبار اليهود ورهبان النصارى عن جه لا فمن قال ذلك هو عبد الله بن سوريا الفتيوني وكان أعور العين وسبق أن قال للرسول صلى الله عليه وسلم والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا لم يكتفي اليهود والنصارى بأي ضل ولكنهم أرادوا للمسلمين أن يلحقوا بهم في ضلالهم وصوت الباطل وإن على أحيانا فهو ضعيف ويجب على صوت الحق أن يصمت في وجه الباطل ويبين بطلانه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قد يتوهم السامع أن اليهود والنصارى على وفاق لا بل هم في شقاق أو هنا جاءت للتفصيل والتنويع فاليهود والنصارى يكفر بعضهم بعضا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء من أين جاءت كلمة هودا أو نصارى سبق لبني إسرائيل وبعد أن عبدوا لأجل أن تابوا إلى الله عز وجل وقالوا إنا هدنا إليك أي تبنا إليك ورجعنا إليك ومن هنا جاءت الكلمة هودا أما كلمة نصارى فجاءت لما سأل عيسى عليه السلام الحواريين من أنصار إلى الله فقال الحواريون نحن أنصار الله وجاء من هنا النصارى رأى اليهود والنصارى أن الخير فقط في دينهم ولكن الحقيقة المجردة أن الإسلام خير من اليهودية والنصرانية فجاء الإسلام وأخذ من اليهودية سيدنا موسى عليه السلام والطوراة غير المحرفة وأخذ أيضا من النصارى سيدنا عيسى عليه السلام والإنجيل غير المحرف وأضاف إلى كل ذلك الكرآن الكريم وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قل بل ملة إبراهيم حنيفة ولماذا إبراهيم بالتحديد لأن إبراهيم عليه السلام لا يختلف عليه اليهود والنصارى والمسلمون فهو نبي معظم ذو مكان وشأ أولا يستطيع أحد من اليهود أو النصارى أن يدعي أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا لأن زمان إبراهيم عليه السلام سبق زمان سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما السلام فإذا اتفق اليهود والنصارى على مكانة إبراهيم عليه السلام واختلفوا فيما بينهم فهذا دليل واضح على انحرافهم عن ملة إبراهيم عليه السلام قل بل ملة إبراهيم حنيفة ما أبلغ وأجمل الأسلوب القرآني والرد القرآني والمنطق القرآني قل بل ملة إبراهيم حنيفة معنى حنيفة في اللغة أي مائلا وكيف يكون الميل هو الصواب يكون الميل هو الصواب إذا كان مائلا عن الباطل إلى الحق وبعث إبراهيم عليه السلام في زمان كان يعبد فيه الكواكب والنجوم والشمس والقمر والنمرود بن كنعان أي كان هناك أعوجاج في العقيدة فجاء إبراهيم عليه السلام لهذه العقيدة الموجه وأعوج بها فأعادها مرة أخرى إلى الطريق المستقيم